قال له يا امام يا ابن بنت رسول الله عظني يعفل الصادق من السلالة رضي الله عنه وهو استاذ ابو حنيفة سبحان الله قال يا حسن بيعظى الحسن البطل اطع من احسن اليك اطع يا حسن اطع من احسن اذا كان الاب نطعه هكذا فما بالنا بمن يحسن الينا وهو الله سبحانه وتعالى يا حسن اطع من احسن اليك فان لم تطعه يعني الطعب تحتك على جلد حالة مش جادر فلا تعص له امره وان لم تطعه وعصيت امره فلا تأكل من رزق في رزق غير رزقه فان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه فلا تسكن داره بالله عليك لو الولد في البيت صار حريق على اخواته ومشكلة وعمل مصائب وفضح البيت ويتعاطى المخدر وكل شوية نجيبه من اخفر الشرطة بالله الاب يقول له ايه فارقنا عندنا بنات عايزين نزوجهم عندنا عيال عايزين نربيهم فان لم تطعه وعصيت امره واكلت رزقه وسكنت داره هنا الشاهد اللي انا عايز اقوله قال فاعد له جوابا وليكن صوابا جاهز الايه بس تكون ايه سليم هتكون سد حتى المصدعفين قال فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الارض قال لا لم تكن ارض واسعة فتهاجروا فيها يعني مدلهم شو العرض يعني ضعاف يا رب سبحان الضائر عظيم لا حول ولا قتل بالله